بقولك يا معلمي خد يا حبيبتي كوبات اللامون دي علشان تروق دمه مش عايزة زفت ومش عايزة روق دمه عايزة خليه بتعقر كده يلا قولي من وش يا ستنا لغايب حجته معاه وبعدين بلاشت بملهوف عليه قوي كده ده حتى التقل صنع انت مالك انت يا بنت بالتقل والعوض اين لدخلك انت في حياتي يلا عايش في شغل حاضر يا ست قاعديني غايرة حاربي يخص عليك اهون عليك وقعت عليك سلامة أيها شكلك شائي واحد اوزعلي يا ابي عملت ايه قولي؟ قولي خير امعلمي طب ما تحكيلي طب يعني اين هينفع على البيب كده مش نطفل جوا تعال ده انا كنت هموت بالقلع عليك انت وحاربي احنا بقى كنت هموت بجدد طب وقال ايه يا عم كل ده ما الحمد لله بنرزق والكيكا طالع معانا في العالي اللي حصل حصل ورجلنا جات يا عبارك وعلى رأي الاغنية اللي شبكنا يخلصنا يخلصنا ان شاء الله ماله هو الوقت حربي مجاش معاكل ايه؟ حربي وصني وراح يبشر المعلمة هياكل عندها حمام يا سيدي انا عايز اسأل سؤال هو الوقت حربي ده ما بيتهدش وإيه يا خليل يتهد طالما الدنيا مسأساقة معان الناس لها حمام الناس لها جبنا براميلي يا عم ما تبقاش بقعناكي للجميل المال وعلى فاكهة تجيبنا بلقوطة طب ليه عنتر بيه هو اللي داك الشيك مع ان رشوان هو اللي ماضي عليه بنا قلتلك يا معلمة رشوان ده أصله تعصب وتهور وهجو ومجو وقلب الدنيا وركب دماغه على الاخر عنتر بقه هو اللي لم الدور بس له يعني بيعزيني قوي من يوم ما كنا باخد الخردة من عنده قلتلي عشان كده بقه وبỏ دينا معلمة ما توجيش وافي بينهم بحسابات كتير اولي اكيد هيتحسبه لما رشوان يهدى يعني فاكر رشوان هيهدى وشيل موضوعه من دماغه ما تحملش همه يا معلمة وحتى لو ما عملنيوه حساب اكيد هيعمل حساب للعنظر بسك ما تعرفيش عنطر تمش من قيل وأكيد يعني مشى ع obtain طلاعت ولد بجد يا حبي عشان بتعرفي بس ان فيا رجال حواليك يتمنوا يخدموك يبعانيو طلعت مية مية وأنا ما أخذ بالي أول من الرجال اللي عايزين يخدموك وملحظة تعالك وتعايز أقولك أنا أحاك وما دو ما يضر الشمع الدب تعال على مية أحاك ما تعرفش كان فين طول الليل؟ هاا بلغت أبضايا بالكلام ده؟ عفاري معليك هكي أنا عايزك كده كل يوم الصبح تبلغني بأخبار المنطقة وبعدين تبلغ أبضايا سلام إيه المكلمات اللي على الصبح دي يا أقر؟ شغل يا مونا شغل؟ ولا فكراني بحب؟ طب أنت بتنرفز لي يا حبيبي؟ حيا الموضوع أماني ده بعصابني قوي يوم ونخلنيش نمتو للليل حمزة جاهز عشان أوصله؟ جاهز باك بقولك يا أقر أما أنا عندي فكرة مش عارف إن كنت هتوفق عليها ولا لأ فكرة إيه؟ عيد ميلاد حمزة بعد كام يوم إيه رأيك نعزم رؤوف؟ إيه؟ أعزم رؤوف؟ أه فرصة أماني ورؤوفي تقابله بايد عن الشغل والإسم وبالمرة إحنا نتعرف عليه ويتعرف علينا بس ده كده معناه إن إحنا موافقين وده لسه ما حصلش اعتبرها فرصة نتعرف على بعض قبل ما تاخد قرار مش عارف أما أشوف يا مونا أما أشوف يا سيدي الراجل شغال معاك أكتر من سنة ما فيهاش حاجة يعني إنك تعزمه عادي ربنا يا سهل هفكر في الحكاية دي يلا سلامة أبو ضايا هفكر في الحكاية مش سنلوا أنتوا هنا طب رصيد الناس ليش يا معادي فل الوردوش يركب أنا فين؟ إيه خايف؟ معاك عالموت تعجبني مش هنبي عايزك يركب هنا؟ اه هنا انت اللي هتسوق؟ ها انت بطلع يلا بلغ إشارة حانا في فتح لأبضايا من شوية وأخذوا في عربيته وجوم على مسبك الحديد بتاع رشوان ابو الدهب ورشوان ابو الدهب موجود؟ عربيته موجود يا فندي طيب لما أبضايا يخرج خلوكوا وراه بالمرقب وبلغوني بالأخبار أول بأول تماما فندي فيها حاجة رعوف؟ دي بقى التحريات اللي كان انطلبها النيابة بخصوص قاتل رزق عبدالشافي محروس وصلتوا لحاجة؟ لا سفلاء طب سبالي رجعها وأنا هبقى الدالة حاضر يا فندي رجالت المرقب اتصلوا بيا من شوية في حاجة جديدة؟ أبضايا راحي النهاردة المسبك عند رشوان ابو الدهب تاني؟ أيوة يا فندي واضح أن أبضايا مش هيجبها البر راوف عايزك تكسف المرقب عليه احنا وراه خطو بخطو يا فندي بعد إذن ساعتك فضل راوف تحت عمرك يا فندي قل لي أنت وراك حاجة يوم الخميس اللي جاي؟ لا يا فندي بتحت عمرك أصلا أصلا الخميس اللي جاي عيد ميلاد ابني حمزة لاح كل سنة وهو طيب ربنا يخله لك يا باشا من شكر يا ويا الله يحفظك أنا عشان كده كنت بفكر يعني أنك تجيلي البيت علشان عرفك يعني على والدي وعلى امراتي دي حاجة تشرفني يا فندي خلاص اوكي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي بتيجي تحضر عيد ميلاد حمزة هكون عندك بالتمام يا فندي ربنا يخليك لينا يا فندي بالفضل صباح الكل يا ستة الكل ايه؟ نموسينات الكحل النهارة أما الحربي فين؟ سيحاربي ده أم من النجمة لبس هدومه وخرج من غير حتى ما يفكر ده أنا ولا حسيت بينا أنا ايه اللي جرالي عجزته ولا ايه؟ فشر يا ستة الستة عجزتي ده ايه؟ ده انت لسه فعزي زمان كنت هد الدنيا وحط راسي على المخدة لو عدت من جنب النسمة الطير أفتح عيني كده زي التعلم دلوقتي مش عارفة مالي أحط جتتي بيت عاملة زي القتيلة ريحي يا ستة وبعدين انت يا ربنا والحمد لله مديك من وسع مستعجلة على الشقة ليه؟ ايه رأيك؟ أحضرلك الفطار علشان تلحق تروح المستودع؟ لا مستودع ده ايه؟ أنا تعبانة النهاردة وكسلانة حاسة كده ان زي ما يكون عد علي قطر احسن برضو قوليلي هو حربي هو خارج مالكيش رايح فيه؟ قالي انه هو هيروح يقضي مصلحة وحيرجع على طير طيب حضرلي الفطار وانا هكسل على الكنبة هنا واشوفي حربي مصلحة ايه دي بقى اللي ماشيته من جنبي من غير ما يقولي بونجور يا حبابتي هايلي حربي كده هايلي نوضوع ماشي زي ما احنا نخططين له بالظبط قولي عطر داحت قبل امت وفيه؟ من نهاردة ساعة عشرة جاب لي عزام بدل بيته دولة بتشغال فيه هو عزام معام في اللعبة ايه؟ اه ومعام واحد تاني به كده محترم على الهيبة دلولاه كان زمان رشوان تخلص علينا وجده اسمه يراجب ده بيهدوله عادي بيه؟ عادي؟ تعرف ولي ايه؟ تعالي حربي ايه بس في ايه؟ ايه بس عم صرحة لا لا بس عم في حربي في ايه؟ اركز كويس حربي هو ايه؟ اه هو بس اه هو دلوقتي اكبر شوية من الصورة تعرف الجدع ده ولا ايه؟ فاكر يا حربي واحنا في سجن يفيدك اه ان في محامي عرض علي رشوة كبيرة عشان اديله وصلة امانة كان مواكل الدهوني ارفع بيه اضيه؟ ايوا فاكر المحامي ده هو عدل انا يامها كنت لسه مؤمن بالقيم والاخلاق غبي رفضت رشو وكانت النتيجة انهم ساروا ملف القضية كله بالوصل بالمستندان وراح الموكل رفع علي قضية خيانة امانة بدخلون السجن واضع على مستقبلي لقدها بقى ان المحامي اللي ترافع عن الموكل في قضية خيانة الامانة هو عدل برضا ان يوم هوقف في المحكمة طالب اتصل العقوبة ومعدة شوية وانا في السجن عرفت ان عدل تجاوز ميسا قفبت بالانسانة الوحيدة حبيتها في حياتي هي اللي سرقت الملف وعدل ده انت لو تسكت له مش هسكت بس انا بحاول احسبها صحي لانا عايز انتقن منه واحدة واحدة ودفعه الثمن كل يوم من ايام سنية عمره اللي ضيعة ده هتوصل له ازاي ابو صلاح؟ عن طريقك انت يا حالب انا؟ طبعا ومان انا واقف جنبك وبساعدك علشان ايه عشان تطلع في العالي وتطلع لفوق توصل للي انت عايزه كله وساعتها تقدر تساعدني اوصل للي انا عاجزه ياه طب وليه اللفة الطويلة دي كلها عشان اللي زي محتاج واحد زيك ولي زيك محتاج واحد زيك بوله جنب نذيك جنب ن belli ضيق السلام